في الوقت اللي كانت فيه مهيتاب بنت الفنان ماجد المصري من زوجته الأولى مناقش أش محجبة اتفجينا انها اخرت قرار مفاجئ بخلع الحجاب رغم جمالها الكبير لما ظهرت بيه وقبل جوازها رجعت تاني في قرارها وارتدت الحجاب من جديد ورجعت ريمة لعدتها القديمة وخلعته للمرة التانية بس المرة دي بقى بقت حمادة تاني خالص لانها كمان بقت بتظهر فستين وملابس جريئة تعال اقول لكم من هي مهيتاب المصري وليه صورها الأخيرة عملت ضجع سوشال ميديا وايه موقف ماجد المصري من اللي بنته بتعمله تابعونا نشرت ماهي المصري بنت الفنان ماجد المصري صورها وهي بتحتفل بعيد ميلادها على حسابها على انستجرام وظهرت ماهي باطلالة مسيرة للجدل ولبست فستان أبيض دايق وكشفت عن قوامها اختارت ماهي تسريحة شعر بسيطة من غير أي اكساسوريز وتركت شعرها منسادلة على كتفها ومن ناحية الجمالية اختارت اللون البينك في الشفاء مع البلاشر على الوجنتين مع تحديد العين بالكحر الأسود لأنها بتميل للمكياج الصارخ وبمجرد نشر الصور حصلت ضجة كبيرة على سوشال ميديا ورغم حالة الاعجاب الكبيرة من المتابعين إلا أنها تعرضت لانتقادات وهجوم الجمهور وقال أحد المتابعين هو فين والدك الفنان هل هو راضي عن لبسك الأوفر ده وقالت متابعة اللبس الجريء ده ملوش غير مكان واحد بس كلنا عارفينه ما يصحيش تظهري كده قدام المتابعين نيجي بقى الرد فعل مجد المصري فهو قال في حوار لي لما تسأل أن اللبس بنته مش جريء ولا حاجة وأنها حرة في تصرفاتها خصوصا بعد جوازها يعني بالبلد كده شلقيده منها مجد المصري اتولد سنة 63 في كفر الزياد في محافظة الغربية وتعلق بتمثيل من صغره بس درس في السنوية الأزهرية وبعدها درس في كلية شريعة وقانون بجامعة الأزهار وبعد ما تخرج رفض يشتغل في مجاله وقرر يعمل الحاجة اللي بيحبها درس الرأس الكلاسيكي والبالي وبعدها بدأت رحلته في عالم الفن وفي الوقت ده كانت عرف على مونة إشئش بنت الملحن المعروف حسن إشئش وبقوا أصحاب وفي يوم سمع صوتها وعرض عليها يكون فرقة غنائية سوا وسموا الفرقة ماجد ومونة واشتغلوا في الفنادق والملاهي الليلية وكمان أصدر ألبوم غنائي اتحولت علاقتهم لقصة حب وتجوزوا في بداية التسعينات وبدأ يشارك في أدوار صغيرة لحد ما جاله دور البطولة المطلقة مع كمال الشناوي في مسلسل دواعي أمنية وانطلق بعدها للنجومية وزي ما في نجاح فيه ضريبة مونة إشئش نسيت فنها وكتوقفة في ظهر ماجد وتربية بنتها لحد ما زالت بينهم الخلافات وانفصلوا عن بعض بعد جواز استمر 14 سنة ماجد اعترف قبل كده أنه راجل شرقي بس مغرم بالستات جدا وامراته عارفة الكلام ده ولو أتيحت الفرصة أنه يتجوز غادة عادل كان يتجوزها وفعلا ماجد مضيعش وقته يتجوز سيدة من خارج الوسط الفني عن طريق واحد من أصدقائه هي رانيا بن نصر ومن وقتها وكل يوم التاني يفجئها بكلام غزل وحب وأعياد ميلاد وهدايا مونة إشكت لسه بتحب ماجد وفي يوم نازلت ستوري أنها بتستعد لكتابة قصة حياتها الفنية واللي كان ماجد المصري جزء منها بسبب تقدمهم أعمال غنائية كتير في فترة الثانيات لكن ماجد تجاهل لقالته مونة ورد عليها بشكل غير مباشر على صورة لي مع زوجته الحالية رانيا بن نصر وقال لها انت الحب الكبير الأول والأخير ربنا ما يحرمني منك اكتبونا في الكومنس إرأيكم في تصرفات ماهي المصري وهالرد فعل ماجد المصري طبيعي